أهاليهم لما شاهدوا تلك الصور في اليتيمة جاءوا يسعون في الصباح إلى المعتقل يسألون عن أبنائهم كيف تركناهم الأسبوع الماضي فإذا بالصور المفبركة كانوا يصورون الناس عند اعتقالهم بأمام الأسلحة ولما جاءوا بهم إلى المتقلات نسوا والدليل هذا على فورة هذا النظام والناس معنا في المعتقل سمعنا في الأخبار فلان حكم عليه بالإعدام وفي حال قرار مجموعة هاجمت بونك فإذا حتى يذكرنا أسماءهم في المعتقل يعني فوضى عالمة فوضى لا وصلها طيب أخ جمال حتى لا نغرق في التفاصيل وهناك من سيأتي ويتكلم أيضا عن معتقلات أخرى غير معتقل ورقلة هل لديك رسالة تريد أن تبلغها لمن أخذوك إلى هناك؟ يا أخي والله أنا رسالتي نذكر لك يعني حادثة بعد أن حولنا إلى عين من قلب قبل أن يحولنا إلى عين من قلب قبل أن يحولنا إلى عين من قلب كنا في إضراب في ورقلة إضراب عن الطعام بسبب الظروف المعيشية هناك وكذلك بسبب الضغط على الزائرين وكذا قلنا بالضغط ما لفعلوا؟ جاءوا بطائرات وهليكوبتر ترجمة نانسي قنقر